وعلى سيدنا محمد العلالي صاحب الاجمعين اللهم وزنك الحمد نبيين وظهر مستقيم وإنهان الماليك والمقربين اللهم أمننا بعيد وزيدنا بالحلم وإنهاننا بالتقوى وجمنا بالعبية يا أخا مضرحين سبحانك العلم لنا ملا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكين ورات عدس الماضي أخذنا أصحق من هم أهل النصر من الذي يأخذون النصر أولا الزوج بشرق أن لا يكون الزوجة فرح موارث الزوج يأخذ النصر من مات من زوجته لذلك قلنا الزوج الذي مات الزوجة والثانين الذين يأخذون مصر البنت البنت المين يأخذ النصر بشرق طين ما هو أن لا يكون لها مماثب وأن لا يكون لها معصب من هو معصب البنت؟ يعني يمن وبنت ولا ولا تيبن أقرب وإيه؟ منها فإن كان ذكرا حجلا أن لا يكون لها معصب ابن المين فرح موارث لا إذا الأخت الشقيقة ما نعطيها زوج ابن شقيقة هل يوجد فرح موارث؟ نعم ذكر المونسة؟ ذكر إذا الشقيقة لا تأخذ شيئا؟ لا مع جهوبة هنا شقيقة موجودة مثل مين زوج هل يوجد فرح موارث؟ نعم أنت ملا ذكر؟ مونسة الشقيقة تأخذ الباطل عصر هذه الفرح موارث البنت أخذت ماذا؟ النسم واضح؟ هذا الشرط الأول الشرط الثاني ليكون للميت رب الشقيقة لو كان فيه أب هنا الشقيقة ليس لها شيء الشرط الثالث أن لا يكون لأخت الشقيقة معصب أخوها فإن كان أخوها فيكون الذكر في الوحظين؟ مونسي الشرط الرابع لا يكون لأخت الشقيقة مماثل شقيقة وشقيقة إذا ليس لها النصب فقل لهما الثلوم الثان أمضل أرفع زوج وأب وشقيقة هل لها شيء شقيقة؟ لا وجود الأب الأب يحجبها فيمين ما معنى مين؟ محجوبة هنا زوج وشقيقة هل يترز؟ لا هل يوجد أب؟ لا هل يوجد معصب؟ لا نعم شقيق هل نعطيها النصب؟ لا تكون عصبة من تكرم مثل الحظين؟ شقيقة لوحدها ليس لها هم ماثل فإن كان لها هم ماثل هل نعطيها نصب؟ لا نعطيها هما الثلوب الثاني الأخت لأب انتهينا من الشقيقة سهل بالذكرار أخت لأب مات الميت عنده أخته من أبيه هل تقبل نفسها؟ بشروط كانت خمسة بشروط نفسها للشروط ويزال ستطلول أن لا يكون للميت في أعواز إن كان ذكر حجبها وإن كان همزة بنت همزة أو بنته ابن هذي همزة واحدة ومتعددة يعني هذي بنت واحدة أو متعددة بنات ابنت واحدة أو بنتاء بنتين الأخت يا معها تكون عصبة نفسه حكم ليه؟ الشقيقة هم بنت أخت لأب وعم هل يوجد صار وارث؟ لا أخت لأب أوجوده يوجد فر وارث ذكر مونزة؟ ذكر ذكر لأن أخت شخصنا ليس لها شيء نعمت زوج وأخت لأب موجودة يوجد فر وارث ولكنه أمزة إذن الآن ستقبل نفس وهي باقي عصبة هنا وهنا وهنا نفس الأخت الشقيقة لأختنا لنفس الأخت لأب نفسها فر و哈哈 الشقيقة غير ما؟top إن كان ميت أب أخت الشقيقة لأخت لأب ليس لها شيء الشر dispatcher ألا يقوم مع الأخت لأب أحد من أشقائها يعني ايه؟ أحد من أشقاء الميت أحد من أشقاء الميت أخت لأب وأخت شقيقة أخت لأب وأخ شقيقة للميت من الأقرب الأخت لأب أم الأخ الشقيق؟ أخ شقيق؟ فإن كان ذكراً حجبها أخت لأب وأخ شقيق خلاص، ليس لها شيء أخت لأب إن كانت أنثى أخت لأب وأخت شقيقاً فنظر، إن كانت هذه الأنثى واحدة واستحقت النصف فالأخت لأب تأخذ السلس تكبيلات الثلوثانين وإن كانت متعددة فلا شيء لأخت لأب ما لن تعصف تعصف بأخ المبارك، يعني إيش؟ أخت لأب ومعها شقيقتين، فالشقيقتين نعطيها ثلوتين الأخت لأب ليس لها شيء إلا إذا كان أخوها موجود فيكون الباقي للدفع مثل حظين ثلاثين يرفع انظرها، زوج وأب أخت لأب الأب موجود، هل لها شيء أخت؟ فقاعدة، الأخوات لا يريده مثلين إذا كان الأب موجود انظر، زوج وشقيق، وأخت لأب، من الأقرب الميت؟ أخوه الشقيق أو أخته لأب؟ الشقيقة، الزوج نعطيه النصف، الأخ الشقيق يأخذ الباقي عصمة، هذا ليس لها شيء فبدل الشقيق لو كان شقيقة هنا، زوج وشقيقة، الزوج يأخذ النصف وشقيقة تأخذ النصف، أخت لأب تأخذ السدس تكفير ثلوتين يكون مسألة من أولا ستة، نصفها ثلاثة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، بعد المجمع واحد، ثلاثة، ثلاثة، يطلع كام؟ عالت المسألة إلى سبعة، بعد أن كانت ستة، جواب؟ انظر هنا، أخت لأب وشقيقتين، إذا الأخت لأب ليس لها شيء، محجومة، استكملت الثلوتين شقيقتين وأخت لأب نفسه، شقيقتين وأخت لأب، لكن هنا في معصر للأخت لأب من هو أخوها لأب هل تحجم مثل هنا؟ لا، لا تحجم، يكون الباقي من ذكر مثل حظين بنت وابن وشقيقة، هنا في بنت وفي شقيقة، البنت نعطيها النصف، الشقيقة تأخذ الباقي، الأخت لأب ليس لها شيء الرابع، الشرص الرابع، لكي نعطيها النصف، الأخت لأب، ألا يكون الأخت لأب معصر، من هو المعصر؟ أخوها هذا، فهو أخو الميت لأب، الشرط الخامس لأب أخت الأخرى لأب، مماثل، فإن كان لها مماثل، أخذوها الثلوتين، هم زوج وأخت لأب، لو كان هذا غير موجود، هي ستأخذ النصف، أخوها موجود، نقول للذكرين في الحظين؟ زوج وأخت لأب، لو كانت لوحدها ستأخذ النصف، لكن الآن في أختها، أخت لأب أخرى، فإذا يأخذوه الثلوتين؟ كنتم؟ آآآآ آآآ الفرض الثاني والثالثة، الربع والثمن، هذا أسأل شيء، الزوج والزود، الزوج يستحب الربع، إذا كان الزوجة التي ماتت، عندها فرع فراح ورث،ا ما هي عاجرة؟ الابن؟ وابن الوبني؟ وبنت الابني؟ الابن؟ والبنت؟ وبنت الابني؟ وبنت الابني؟ وابن الابني؟ أيها الزوجة الغرورة، أيها هذا هو الزوج، هذا غمس أخذنا، الزوج والزوجاء يستحقون الربع، متى؟ بشر عدبي وهو ألا يقول الميت فرعون فإن كان له فرعوارز أخذوا ماذا؟ الزوج وإبن الزوج له الرومر لأنه في إبن زوجة وعم هل يوجد فرعوارز؟ لا فإذا الزوجة تأخذ إليه؟ زوجة وإبن هو يوجد فرعوارز الزوجة تأخذ السمع والباقي أخذ من؟ إذا الزوج والزوجة لا يحجبان فهمت؟ هل لا يحجب الزوجة؟ لا هل الأولاد يحجبون الزوجة؟ لا، الزوجة تأخذ من زوجها فهمت؟ عمرني قوة النكاح حسنًا حسنًا إذ؟ الزوجة تأخذ من زوجها، والزوجة والزوجة وهي الزوجة تأخذ من زوجها، والزوجة يأخذ من زوجته نعم؟ نأخذ الآن الزلوثات نفسه حق النس سهل جداً كيف؟ الذي يفرم أهل النسف يفرم الزلوثين، سهل، انظروا أهل النسف كم عددهم؟ 5 الزوج، والأخت الشقيقة، والابنة والشقيقة والابنة والخلق، والابنة، والابنة والابنة عند الحقيقي، والآخة الشقيقة، و каждلة الابنة الثلثان فرضوا اربعة. وهم بنتاء الصلم فاكثر. بنتاء الابن فاكثر. اختان شقيقتان فاكثر. واختانيات فاكثر. ما ضابطهم ضابطوا اصحاب الثلثين? كل صنف تعدد ممن فرضه المصر. بنت صلب الواحدة المصر تعددت اخذت الثلثين. بنت ابن واحدة تعددت اخذت الثلثين. اختان الشقيقة اخت شقيقة واحدة لها النصف. تعددوا فاخذت فيخذت الثلثين. اختان اخت واحدة اخت لها النصف. تعددت اخذت الثلثين. اخذت الثلثين. او نقول بوات النصف اذا تعددنا. بوات النصف اذا انظر ماذا قال صاحب الثلثين. والثلثان فضقوا من قد غفرا. غفرا اخذ. ام بالنصف. الذي يخوذ بالنصف هو نفسه صاحب الثلث ملاكن مع مثل الله. بنت مع بنت مثل الله. بنت ابن مع بنت اخرى. مع مثل الله فاكسرا. البنتان يأخذ الثلثين. ثلاث بنات الثلثين. اربع بنات الثلثين. خمس بنات الثلثين. عشر بنات الثلثين. الثلثين التاريخان. سواء بنتين فاكسر. اختان شقيقتان يأخذوا ماذا؟ ثلثين. عشرة اختان شقيقتان. عشرة اخوات شقة. عشرة اخوات شقة. يأخذوا ماذا؟ ثلثين هو نفسه. ثلثين. هو الذي يقسم. انظر. اولا البنتان يصل فاكسر. تستحقان البنتان يصل. الثلثين شرط واحد. هل لا يكون للميت ايه؟ معصر. هل البنتين موجودات نعم؟ هل لهم معصر؟ من هو المعصر؟ ابن الميت. هل ابن الميت برجون؟ لا. خلاص يأخذوا مثل البنت. فإن كان لهم معصر عصب هو وصار الانتقاء مثل حظين. ايوه هذا شرط له هذا شرط انظر. زوجة بنتان. عم. هل يوجد اخوه البنتين؟ لا. فإذا نعطيه كم البنتان؟ ثلاثين. الزوجة نعطيها ثلاثين لماذا؟ يوجد في العوالف. العم الباقي. ثلاثة وثمانية. رسال الله من عفو وعشرين. ثلاثة في ثمانية عفو وعشرين. ثلاثة في والباقي عصر. ما معنا الثلاثين؟ الاربع وعشرين من مقسمها ثلاثة. كم سيقول ثمانية وثمانية وثمانية؟ ثمانية وثمانية ثمانية ثلاثين ستة عشر بيكون البنتان. انظروا زوجة بنتان وابن. الزوجة نعطيها ثلاثة لأن في فرع والف. البنتان نعطيهم وماذا؟ ثلاثين؟ نعطيها ثلاثة لأخوهم. في كل الذكرية نحظين؟ ثلاثة. المسرى من ثمانية هذا ثمانية لأن هذا لا يوجد رقمه. هو ثمانية. الثمون واحد والباقي سبعة. سبعة. هؤلاء كم عددهم؟ واحد واثنين. وهذا واحد واثنين لأن هذا له سهمان. هذه لها كل واحد لها سهمان. واحد واثنين ثلاثة أربعة. أربعة في سبعة نضع الأربعة هنا. أربعة في ثمانية ثلاثين. ثون الثمانية أربعة. ما هو العدد الذي لو ورقناه في ثمانية يطلع ويمتد ثلاثين أربعة. الباقي. الباقي كم؟ الباقي كان ثمانية وعشرون. ثمانية وعشرون مقسمها أربعة. نصفها للبنتين. والنصف الآخر ينكون للإبل. الإبل للذكر يذكر حظي. هنا هنا بنتان. تفهم؟ أيها. هذا الأول. بنت الابن. ننتبه خلاص. بنت الابن. يأخذون فيستحقان الثلاثين بشرطين عدميين. من الذي مات؟ الجد أو الجدة مات؟ من الوارد؟ بنت ابنه. ابنت بنت ابن الميت. بنتان. لو كان البنت واحدة تأخذ للنصف. بنتان تأخذ الثلاثين. فالبنتان تستحقان الثلاثين بشرطين عدميين. ألا يكون للميت ولد وأن لا يكون لهؤلاء معصر. ألا يكون للميت ولد صلب ولا ولد من أقرب منهم. كما قلنا. فإن كان موجود ولد صلب نظر. إن كان ذكرا حجب هؤلاء كرمانا. وإن كان أنثى واحدة فلهما استكملت الثلوفين. مات الميت؟ عنده بنت ابن وابن. ما هو الحكم؟ يحجيبهما. نكسرهم ما شر. مات الميت عنده بنت ابن وابنت واحدة. البنت الواحدة تأخذ النصف. وبنت الابن يأخذوه ماذا؟ السدس. تأمنات الثلاثين. وإن كانت أنثى واحدة. وإن كانت أنثى متعددة. مات الميت عنده بنت ابن وأنثى متعددة. يعني ايه؟ بنتان صل. فلا هؤلاء لا يغسل. فلا شيء يعني بنتي الابن. ما لم تعصبه بقريب مبارك. كما تقدر في الكلام على أسحار بالنصف. كما أفعلها. الشرق الثاني أن لا يكون لهما معصر. من هو المعصر؟ بنت ابن. من هو المعصر؟ ابن ابن. فإن كان لهما معصر عصبهما وصار للذكر يجد حظي. زوجة. بنت ابن. وعن. الزوجة أستمون لأنها بنت ابن فرعون. كم نعطيهم الثلثين؟ هل يوجد ولد ابن أقرب منها؟ هل يوجد ابن؟ هل يوجد ابن؟ هل يوجد ابن؟ لا. الابن يأخذ عصبه. هذا ليس لهما شيء لأنه ولد ذكر. ولد صن ذكر. زوجة وبدل الابن بنت. وهذه بنت ابن واحد. الزوجة نعطيها الثمن. لماذا؟ لوجود فرع البنت نعطيها له النصف. لماذا نعطي البنت لنعطيها له النصف؟ لا يجد من يعصبها. وهي واحدة ليست مقررة. بنت ابن يأخذون الثلث كما قلنا. تكمية الثلثين. وهذا عصر. المسألة ستة واثنين وثمانية. ستة واثنين وثمانية ما هو الذي يخوي القسم لهما؟ أربع وعشرون. ثمنها ثلاثة. نصفها اثنى عشر. ستسها أربع. الباقي خمسة. زوجة وبنتان وبنت ابن معاما. انظر زوجة. بنتان. قبل قليل كانت بنت واحدة. قبل قليل فوق. بنت واحدة. بنت ابن عطيها ثلثة. الآن بنتان استغرقت الثلثين. الثلثين الذي هو للإناث. هذا ليس لها شيء. هذا ليس لها شيء. هذا هو عصر. واضح؟ الزوجة عطينا ثم ليوجد فرع الوالف. والبنتان ثلثين. والعم الباطل. هذه ليس لها شيء. ونقصر. انظر. نفس هذا ولكن بنت ابن لها معصر. زوجة وبنتان وبنت ابن وابن. وعم. العام ليس له شيء خلاص. هؤلاء أقرب عصبة. ابن الابن أقرب من الميت. أقرب من العام. هذه هي هنا. هنا محجوبة. لأنه لا في عصبة. هنا لا موجود العصبة. العصبة هذا. لولا هنا سقطت. فإذا بنتان لها ثلثين. هؤلاء من الباقي عصبا. ثلاثة وثمانية واربع عشرون. ثمنها ثلاثة. ثلثيها ستة عشر. ستة عشر وثلاثة تسعة عشر. كم بقي على الأربع عشرين؟ خمسة. الخمسة هل نريد أن نقصمها كم؟ هذه ابنتين وهذا من نريد أن نقصمها أربعة. ونظرم أربع عشرين في أربعة. يضع ستة وتسعين. تمام؟ ستة. أربعة في ثلاثة. أربعة في ستة عشر. ستة واربعين. أربعة في خمسة عشرون. عشر لبنتاء ابن. وعشر لبنتاء ابن. عشر لبنتاء ابن. كم تأخذ؟ خمسة. خمسة خمسة. وهو عشر. في الدكري مثل حظين. ومساياين. فهمتم؟ قليلا قليلا قليلا. ستكت. ستكت. إنها نفس الشروط. هم نفس الشروط. أختي الشقيقتان. نفس الشروط. اللهم أختي الشقيقتان صار لها مماثل. أختي الشقيقة من الشروط على لا يكون لها مماثل. من خلاص إحدثنا لشم. في نقطين الشقيقتين. أختي الشقيقتان. تستحقى لزلتين بثلاثة شروط. خلاص إليه. تبقى لزلتين بثلاثة شروط. يوالهم نوفيكي ننصى. أختي الشريط. أيها انظر اختان شقيقتان تستخقان الثلثين بثلاثة الشروط عدمية رمع عدمية يعني ان لا يكون وان لا يكون وان لا يكون عدم يعني عدم وعدا وعدا ان لا يكون الميت والعوارث. اذا قال اخت الشفيقة ان اعطيها الثلثين اختان شقيقتان الثلثين ان لا يكون الميت والعوارث. فان كان في انفرع وارف ما هو الحكم؟ إن كان ذكراً خلاص أختان شقيقتان ليس لهما شايفة حاجة باهما حرمانا. وإن كان أنزة أختان شقيقتان مع البنت واحدة ومتعددان. فالشقيقتان معهما عاصرة يأخذان الباقي. شقيقتان يأخذان الباقي نفسه لو كان البنت أخت شقيقة واحدة. انظر زوجة وشقيقتان وعم. هل يوجد فر وارف؟ لا. لا أنثى ولا ذكر. فإذا في هذه الحالة نعطي روط الشقيقة كم؟ ثلثين. انتم؟ انظر زوجة وشقيقتان نفسه هذا. ولكن يوجد ابن. الابن فر وارف وذكر. إذن الشقيقتان ليس لهما شئ. انظر زوجة وشقيقتان وبنت. هنا ابن. هنا بنت. هل في فرق؟ نعم. البنت لا تهزب الشقيقتان. فإذا الشقيقتان كم تأخذ؟ عصب بقية المال. ونفسه هذا لو كان شقيقة واحدة. إذن الشقيقتان وشقيقة واحدة نفس الحقوق. ترمي؟ هذه الوقت. ومن الشروب ألا يكون للميت أب؟ شقيقتان نعطيهم السلوثان. السلوثين إذا كان ليس للبيت ماذا؟ أب. أن لا يكون للميت أب. فإن كان له أب الميت حجبهما. حجب من؟ حجبهما. من هما؟ الشقيقتان. وأن لا يكون لهم معصر. الشقيقتان تأخذان الثلوثين. شرق أن لا يكون هو معصر. من هو المعصر؟ أخوها الشقيق. ما تلميت عنده شقيقتين. أنتم تأخذون الثلوثين. إلا إذا كان فيه أخوه. يوجد أخ شقيق. إذا يقول يا 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 أخوه الشقيقتان ليس لكم أسلوثين. ماذا نقول للذكر مثل حظين؟ انظر. زوجة وأب وشقيقتين. هل نعطي الشقيقتين شيء؟ لوجود الأب. انظر. زوجة وشقيقتين. ولكن فيه يكون عصرا. مما أنا عصرا؟ لذكرني مثلو حظين؟ سهل الفراء. الفراء السهل. تكرر. 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 امت مثلوك هذا الجوال؟ أنت تريد ماذا أن؟ ماذا نقول؟ تريد أن ترسل بلوتوث. أنت تعرف ما هي الطريقة؟ أنت قوّنك هنا في المعنى ثم تفتح البلوتوث. صح؟ ثم تزم إلى المستودي وتعينه الصورة. هما تقولين أرسال ثم أول مرة لا تعرف. أول مرة كل سلسورة بعدين تعلكوا آه خارس تعلمت. وهكذا الفرائل. في البداية فالعلم سهل إذا أنت جدّيب واجتهدت. وإنه ليسير على من يسره الله عالي. تنظر. الاختان لأب آخر شيء الاختان لأب لهم الثلثين نفس الشروط أن لا يكون في فعر وارث وأن لا يكون هناك أب وهتان الاختان ليس لهم ومعصر وفي نفس الواضح واضح تستحقان الثلثين بأربعة شروط فالنصر كنا نقول الاخت لاب تستحقان النصر بخمسة شروط هذه نفس الشروط لكنها بأربعة شروط أن لا يكون للميت فعر وارث أختان لأب نعطيهم ثلثة ثلثة بشرط أن الميت ليس له فرع وارث فإن كان فرع وارث فإن كان ذكرا حجبه ما؟ المان وإن كان أذى واحدة أو متعددة فالأختان لأب عصر أبهم ما تلميت عنده أختان لأب وبنت خاصة الأختان لأب عصر الباقي ما تلميت عنده أختان لأب وبنات بنتان وعنده أختان لأب عصر عصر فتأخذاني عصر وخيت المال انظروا زوجة وأختان لأب وعد هل يوجد فرع وارث؟ لا إذن الأختان لأب كم نعطيهم؟ ثلثين انظر زوجة وأبن وأختان لأب هل يوجد فرع وارث؟ نعم يوجد ذكر أو أنزة؟ ذكر إذن الأختان لأب ليس لها شيء زوجة هو بنت وأختان لأب هل يوجد فرع وارث؟ نعم ذكر؟ لا أنزة أب ابن البن تخذوا النصر ثم الأختان لأب وارث هناك اثنين أختان لأب قلب أختان لأب يأخذوا ماذا؟ عصابة يأخذوا ماذا؟ واحد هنا وارث هناك اثنين أختان ايه؟ لك أب أين؟ أختان لأب كثنين لأننا نتكلم على أختين لأب لا نتكلم على أخت المختين واحد أم ألا يكون للميت أب واضح أختان لأب نعطيهم أثنين بشكل ليس في الحر وارث وليس الميت الذي مات عنده أب فإن كان هناك أب لميت هل نختان يكون شيء؟ لا لا أخت شقيقة ولا أخت لأب فإن كان موجود أب حجب أختان لأب حجب أختان لأب أن لا يكون أحد من الأشقاء موجود أختان لأب أيهما أقرب من ميت الأخت لأب أم من الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة فإذا أنتما يا أختان لأب نعطيكم الثلوتين بشكل أن لا يكون أحد من أشقاء ميت موجودين فإن كان موجود أحد من أشقاء ميت أنظر إن كان لك من؟ أخت شقيقة موجود ما هو؟ يحجب الأختان لأب ليس لهما يشبه إن كان ونثا موجود أختان لأب موجود أخت لأب وأخت شقيقة فما أعرفكم؟ فيه تفصيل ثالثة تكون واحدة وثالثة تكون اين؟ متعدد ذلك ما هو؟ إن كانت واحدة أختان لأب وأخت شقيقة الشقيقة أحدت النصف؟ نعم أخت شقيقة نصيبها النصف فالأختان لأب يأخذون ماذا؟ السود استكملت؟ الثلاثين الثلاثين وأخت شقيقة البيت كم تأخذ النصف؟ والأخت الشقيقة الباقي عصبا طيب أخت ليس لها شيء إذا كان موجود فإن كانت الأخت الشقيقة عصبا مع الفرع الوارثة الأنثى فتحجب الأخت لأب حرمانا نعمتم؟ وإن كانت الشقيقة متعددة أختان لأب وأختان شقيقتان وما هو الحكم؟ ليس شيء لأختان لأب خلاص انتهت استكملوا الثلاثين إلا إذا عصبا وإن كانت الشقيقة متعددة فلا شيء إليه للأختان لأب ما لم تعصبا بأخذ مبارك أختان لأب وأختان شقيقتان أختان لأب ليس لهم أخي إلا إذا كان أخوهم لأب موجود سيكون للذكر مثل الحظين ألا يكون لهما معصب أختان لأب من يعصبهما؟ أخوهم لأب فإذا كان الأخ لأب موجود فنختان لأب لا نعطيهم ثلثين ماذا لا يقول؟ للذكر مثل الحظين مقيد يقول ما؟ فإن كان موجود يعني المعصب عصبهما وصار للذكر مثل الحظين أنظر زوجة وأب وأختان لأب ثم نعطي الأختان لأب ليس لهم من هو الذي حجبه؟ الأب هنا زوجة وأختان لأب من المولوك شقيق؟ أقرب إلى المينة الشقيق يكون عصبا الأختان لأب ليس لهما؟ الشقيق هذا الشقيق فلو كان شقيقه أب زوجة وشقيقة وأختان لأب وعم الزوجة أو الربع هل يوجد فرع وارث؟ هل يوجد فرع وارث؟ لا لذلك أعطينا الزوجة الربع هل يوجد فرع وارث هنا؟ لا لذلك أعطينا الزوجة الربع هل يوجد فرع وارث هنا؟ لا الزوجة نعطيها الظلم. لو كان في فروارث سنعطيها الزوجة كم؟ الزوم. طيب. زوجة الشقيقة. هل تأخذ الناس؟ نعم. ما تتأخذ الناس للشقيقة؟ لا يوجد فروارث وفي نفس الوقت ليس لها أخ الشقيقة يعاصلها. والشقيقة واحدة ليست لها مماثل. نعطيها الناس. أختان لأب. هل نعطيها مثل زي الله. لي وجود شقيقة أقرب منها. فنعطيها السد استكملة ثلاثتين. العم الباقي. ستة وزنين وارفعة. فالمسألة من سنعشر. ربعها. كم؟ نصفها. كم؟ ستسها. ثلاثة وستة كم؟ تسعة. وزنين؟ أحد عشر. كم يبقى؟ واحد. نعطيه ماذا؟ نعطيه. طيب؟ وهذا انظر زوجة. وبنت وشقيقة واختان لأب. هل في فروارث؟ نعم. وهل في شقيقة؟ نعم. البنت ستأخذ المس. والشقيقة عصبة. والشقيقة عصبه. والشقيقة عصبه. والشقيقة عصبه. العصبه ما يكون إلا شخص واحد. لا نصرع نقول اثمين عصبه. لا نصرع نقول سنفين عصبه. خلاص. عادل بنته ولا تنس. الشقيقة تأخذ عصرعه. لماذا لا نرد هذي عصرعه؟ لا هو يسعي. طيب هنا فضل فيه اخرياب. هل؟ بأس يكون لديك من هذي العصبه. العصبه هذي خلاص. المختالة ولو كان فيه اخرياب لا لا يدعي الاختياب تارثيه. العصبه ما الشقيقة. الشقيقة اقرم ام الاختياب. الاشيقة اقرم ام الاذي ههم من الاب. الشقيقة اقرم. لذلك هذه الاختيب حرمانا. ولا نقول ان لو فيه خب. لو المهدأ. من خلاص العصبه نصب ما من الشقيقة. طنظر. زوجة. وشيقتين. واختان لاب. استكملت الثلاثين. فليس لها شيء. هل في عصبه نعم. لو هذي اخلي اب موجود. لا وليثت وهذا ليس. كيف انظر نفس هذا الصورة. زوجة وشقيقتين واختان لاب وفيه معصب خب. تمام؟ وهنا عم. خلاص العصبه. اما نعطي الاختياب والخب او العم. لن الاخوان اقرب من العم. فالعم ليس له شيء. ليس لأخي اب. فيكون الزوجة والربع. الشقيقتين ثلاثين. الباقي عصب. لذلك مثل حظين. اثنين وثلاثة اثنى عشر. ربعها ثلاثة. 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 ثمانية. الباقي لهما. لذلك مثل حظين. انتين. الباقي واحد. هذا اثنين واثنين. اربع. اربع في اثنى عشر. ثمانية واربعين. اربع في ثلاثة. اثنى عشر. اربع في ثمانية. اثنين واثنين. اربع. اربع في واحد. اربع. اثنين لنقتين. كل واحد هو واحد. واثنين للماذا؟ للأهل. لأب. انتم؟ الربع. اذا خلصنا. اهل النشر. وانتهينا من اهل ماذا؟ الربع. وانتهينا من اهل الثمن. النشر. والربع والثمن. واخذنا اليوم اهل ثلثين. ولان ناخذ ماذا اهل من؟ الثلث. وبعد الثلث السلث كما قلنا. الفروض في كتاب الله كم عددوها؟ ستة. ستة الفروض في كتاب الله. اخذنا الان اربع. بقي اثنين. الثلث والسلث. انتهينا. يلا. قل. سهل سهل. هذا اهل الثلثين الذي اخذناهم قبل قليل. نفسهم. اهل النشر. ناخذ الثلث. سهل. الثلث فرضوا من؟ من الذي اخذ الثلث؟ اثنان فقط. الام وأولادها. والاخوة لهم. الثلث فرض سلثين فقط. الام والاخوة لهم. وسهل. الام تستحق الثلث بشرطين عدميين. ان لا يكون وان لا يكون. هذا معنى عدميين. ان لا يكون وان لا يكون. او تقول عدم الفرع وارف. وعدم وجود الكلام. الام مات الميت. امه موجودة. نعطيها كم. ثلثة تريكة. بشرط ماذا هذا الميت ليس له فرع وارف. ام. ان لا يكون الميت فرع وارف. فان كان ذلك يعني صار للام الثلث. ام. لا نفصل هنا لا يقول ان كان ذكران ان كان منزع ان كان متعددان. ام اذا كان فرع وارف خلاص. الام تاخذ. اذا ليس فرع وارف. تاخذ الفرع. في فرع وارف. تاخذ ماذا؟ السرع. ما؟ ما هو الفرع الوارف؟ اه؟ الابن والبنت. وبن الابن وبنت الابن. منزل في التعليف ما هذا مخصوم؟ اه هذا دليل. قولي تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد ما هو الولاد فرع؟ ما في فرع هذا. الام فلأمه هذا الميت الثلث. ايوه. الشرط الثاني لكي الام نعطيها ثلثة تارية. لا يكون عدد من الاخوة او الاخوات اثنان فاكثر. سواء. واضح؟ سواء كانوا وارثين او مهجوبين بالشخص. فإن كان ذلك صار للام الاسدوس. إذن. ألا يكون للميت عدد من الاخوة والاخوات. مات الميت. من الورثة؟ زوجة. ومن؟ وقوم. قوم نعطيها ثلثة تارية. بشرط. خلصي فرع وارث؟ لا. وشرط آخر. هل الميت الذي مات عنده اخوة؟ هذا الميت الذي مات عنده اخوة؟ عدد. ما معنى عدد اثنين فاكثر. إن كان الميت عنده عدد من الاخوة اثنين فاكثر. فالام لا نعطيها ليه؟ الثلثة. لكن نعطيها ليه؟ الثلثة. مات الميت عنده اخ واحد. عنده اخ واحد. فالام نعطيها الثلث. مَات الْمَّيِّتُ عِنْدُهُ أَخَوَانِ فالأُمْ نعطيهَهَ الْمِيعَطِهَ مَات الْمَيِّتُ عِنْدُهُ أَخْوَانِ وَأَمُ اَنَّتَنَürüُ عَنْدُهُ أَخَوَانِ والأُم وَأُمْ نعطيَبُهمُ كَمُ؟ السُّلُسُ أَنْرُ أَنَّا يَكُولِ الْمَيْتُ عَجْدُنُمٍ مِّل pomocّ وَالأخوَانِ أنت تقول إخوة و أخوات طب لا تقول شقيقة أبا مطلقا شقيق ولا أب ولا أب أي أخ أخ أي أخ وأي أخت أي أخت لك أعوة لك أعوة لك أعوة لو كان أخوات بكران لو كان أخوة أو أخت أخوة لو كان أشقاء لو كان لأب لو كان لأم فهم؟ إذا وجود أخوة أو أخوات الميت واضح فإنهما خلاص الأم لا نعطيها الثلث نعطيها ليه؟ السلس ألا يكون للميت عدده من الإخوة والأخوات إثنان فأكثر سواء كان وارثين أو محجوبين بالشخص ما معنا هذا الكلام سأشرح هو الأم فإن كان ذلك يعني للميت عدده من الإخوة صار للأم السلس أفع شوف ها انظر ها هنا ننزل خليلا زوجة أم هل يوجد فرع وارث؟ لا هل يوجد العدد من الإخوة والأخوات؟ لا هل الأم نعطيها ليه؟ الزوجة نعطيها الربع لماذا؟ لا يوجد فرع وارث ثلاثة واربعة سنعشة ربعها ثلاثة ثلثة سنعشة كام؟ ثلاثة واربعة تسعة الباقي ثلاثة واربعة سبعة الباقي ثلاثة واربعة سبعة الباقي خمسة لكي يكون المجموع اثنى عشر إذن الأم كم أعطيناها؟ كم أعطينا الأم؟ الثلث الثلث زوجة وأم نفسه جرز وأم أم لكن هنا ويوجدين المحجوبة؟ لا صدر الله الأم لا تحجب لكن الآن عطيها ماذا؟ الزوجة نعطينا ثم لولي الفروات اللي من الباقي ستة وثمانية يقوى القسم على كام؟ أم وعشرين ثمنها ثلاثة ستسها أربعة أربعة ثلاثة سبعة كما الباقي إذن يكون أبو عشرين؟ سبعة عشر أم زوجة وأم وفيه أشقات أغتين شقيقتين أخوان شقيقان انظر الأم متحجب؟ لا كم نعطي الأم؟ الثلث الزوجة أعطيناها الربع شقيق ليس شقيقة لو كان شقيقة نعطيها النصر لو كان شقيقتين نعطيهم إليه ثلثين هذا شقيق الباقي المسألة من اثنى عشر ربعها ربع ثلاثة 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 اثنين اثنين وثلاثة خمسة أنباقي سبعة هنا يبا انظر مسألة أخرى نفسها هنا شقيقة مالفق من هذا وهذا زيادة الأب زوجة أب أب أم شقيقة كم شقيقة؟ الزوجة كم أخذت؟ ننتبه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة زوجة أبوبع الأم كم نعطيها؟ لماذا لم نعطيها الثلث؟ ها؟ ها؟ لماذا لم نعطيها الثلث؟ لوجود إيه؟ الشقيقتين الشقيقتين وجودهم أحياء يؤثران على نصيب إليه الميت الميت وإن كانوا محجوبين أرفع قليلاً هذا معنى قوله هنا سواء كانوا وارثين أو وح هذا معنى قوله محجوبين هنا تحت أيها؟ سواء الشقيقتين يؤثران على نصيب الأم وإن كان شقيقتين محجوبين فهمت؟ ما هو من هو الذي حجبهم؟ إذا هم محجوبين بالشخص نعم من هو الشخص؟ الأب الأب حجب الشقيقتين والشقيقتين حجبا الأم من نصيبها الثلث فإذا فهمتم الزوجة الربع الأب الباطي الأوم تأخذ السدس الشقيقتين محجوبة بمن محجوب؟ بالله الأوم بماذا أعطيناها السدس؟ لوجوده الشقيقتين مع أنهما محجوبين لكن يؤثران فهمتم؟ هذه مسألة لا بد أن تتبقى بعض المسألة تحترين أنها تبسكة بقوة بعض المسألة سهلة الزوجة تأخذ النصف الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن فرع وارث إن كان لها فرع وارث يأخذ كم؟ الثمون هذا مسألة سهلة أنت بحرينها مسألة دقيقة الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن في عدد من الإخوة ولا فرع وارث فإذا كان في عدد من الإخوة تأخذ السدس حتى لو كان هؤلاء الإخوة لا يريثون نعم؟ هذه مسألة هنا أكتب مهمة هذه مسألة لكي لا تنساها أم فإذا توفر الشرقان فتأخذهم الثلث نعم؟ إلا في مسألتين الغراوين ما مع الغراوين؟ المسألتين والرراوان الساعة السابعة والنسيخي فأنتم الثلاثة السهلة قرية قليلة إن شاء الله نأخذ المسألتين والرراوان لأنه فقط هذا أنظروا المسألتين الغراوان زوجة أم واب هنا زوجة هنا زوجة هنا زوجة هنا زوجة هنا زوجة الأب هنا والأب هنا والأم هنا أين هنؤمن؟ إذا هي نفسها أب وأم أب وأم هنا فقط زوج هنا زوجة الأم في المسألتين ثلث الباقي يعني ليس لها نصيب الثلث الماب وليس لها نصيب الثلث ثلث الباقي بعد فرض الزوجين بعد أن يأخذ الزوج والزوجة نصيبهما والباقي يكون لليل الأم سميت بذلك لشخرتهما غراوين لأنهما مثلا مشهورة زوجة والزوجة أم أب أب زوجة الأب والمؤ الزوجة تأخذ ماذا؟ أره أربعة الزوجة أخذت الره يقع ماذا؟ ثلاثة فالأم ثلث الباقي إذا تأخذ واحد الأم والباقي يأخذ من؟ الأب فالأب أخذ نصف التركة الباقي الأم أعطيناها نصف ثلث الباقي ولن أعطيها باقي كل التركة والزوجة تأخذ ماذا؟ الربع ماذا أعطينا الزوجة الربع؟ أيها الفرع الوارث؟ هذه مسألة إسئناء الأم إما نصيبها الثلث أو الثلث وفي حالة واحدة أو في حالتين يسمى المسألة الغراوين تأخذ ثلث الباقي نفسه هنا زوج وأم الزوج يأخذ النصف الزوج أخذ النصف باقي هذا هذا الأم تأخذ ثلثة هذا والثلثين ثلثين الباقي يأخذ هم من الأب انظروا فالمسألة من ستة زوج ثلاثة تسف يبقى كم؟ معنين ثلاثة هذا مسحيبها ثلاثة ثلث الباقي للأم واحد والباقي للأب اثنين المسألة الغراوين طيب يأجب بنتهي ثم بعد ذلك ننتقل أي أخوة يأخذ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصلاة الفتح القبول الإقبالي والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يجعل هذا العلم مبارك علينا وإنهم كنا وإنهم أخذنا وإنشر هذا العلم المبارك في مشكلة الأرض المظالمية مع كمال النفع وإنفاع والصفة والإنخاص المثال الحديد من أم حمد ورسلم وإننا ضيقنا علينا وعليكم بشفاء العاجل مع الأرض الشامل تنظرنا علينا وعليكم على بالنا وما هذا جميع أخلابنا وصحابنا بشفاء العاجل الشفاء العاجل مع الأرض الشامل ترجمة نانسي قنقر